اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير تقدم الكلام أيها الكرام أنه لابد للوصول إلى السعادة من تخطي محورين رئيسيين الموانع العامة التي تمنع الإنسان من تحصيل السعادة المنشودة له في الدنيا والآخرة فهرس سريعا لأننا سوف ندخل في بحثين جديد وهذه الموانع تقريبا ستة ذكرنا حب الدنيا والمعاصي والنفس الأمارة بالسوء واتباع الشيطان والرياء والعجو هذه الأمور ما لم يتخلص الإنسان منها لا يستطيع أن يحلق بسماء المعنوية ما يعينه على ترك المعاصي والزهد في الدنيا وعدم اتباع الشيطان وغير ذلك هناك وسائل عامة ما أن تمسك بها الإنسان استطاع أن يسهل على نفسه شنو؟ التجرد عن الموانع وقلنا في ذلك العلم والعقل والخوف والرجاء وهناك وسائل أخرى أعرضنا عن ذكرها حيث بقي علينا ثلاثة ليالي في خدمتكم من هنا إذا طبق الإنسان ما تعلمه من ما تقدم يرجى له أن ينال التقوى التقوى ليست حالة ليست حالة كالبحر فيها جذب مد جذب جذب على ذلك مذهب وإياب حالة مستقرة في النفس كما سوف يأتي ولكن كالعادة مبس تقوى ينال الحب الإلهي والأنس والتسليم والتوكل والرضا ملكات لا ينالها إلا الأوحدي سوف نشير إليها إن شاء الله في المحاضرات القادمة وكالعادة نذكر فاضل وأهمية التقوى حيث الحديث عن التقوى في يوم من الأيام سلمان المحمدي اللهم سل على محمد دخل مجلسا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله فعظموه وقدموه وصدروه رواية أو هذا الحدث ينقله الشيخ المفيد حينما دخل على رسول الله وبين أصحابه عظموا سلمان وصدروه المجلس شوي ودخل واحد تعرفونه تضايق رأى سلمان في صدر المجلس تضايق فقال وهو ينظر إلى سلمان من هذا العجمي المتصدر فيما بين العرب من هذا ما يعرفه يعرفه بس استحقارا لقوميته من هذا سلم قديم فعالله الزين فغضب رسول الله وصعد المنبر صلى الله عليه وآله فخطب قائلا إن الناس في عهد آدم من عهد آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشد بسواسية لا فضل لعربيا على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى معي الكل سواسية لكن في فعلة مسواسية وينبشا أرفع من البشا من هم أولئك الذين يحملون التقوى ثم قال سلمان هذا اللي قال رد على هذا الذي طلب سلمان بحر لا ينزف بحر عميق لويش تتكلمون عنه وعن فضائله ومقامه لا ينزف بحر لا ينزف وكنز لا ينفذ مو كنز أبو مليون ومليونين غناه بالله سبحانه وتعالى وبالكنوز المعرفية والسلوكية والمعنوية التي حازها مهما تكلمتم كنز لا ينتهي سبحان الله بعد سلمان منه أهل البيت بعد إذا واحد أدخل لمقامه ومنزلته في مصاف أهل البيت بعد واشتبغي تتكلم عنه بعد سلسل يتكلم عن سلمان سلسل يمنح الحكمة يعني ماء عذب صاف لا خبث فيه ولا رداله صاف وعذب يمنح الحكمة ويؤتى البرهان هكذا أراد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تأصيل التقوى ورفع التوجه القومي والعرق في المجتمع الإسلامي كل مجتمع من المجتمعات العربية الفارسية الأفغانية أي مجتمع يفتخر بقوميته لكن لا ينبغي أن يكون الافتخار بهذه العروق والأنساب وغير ذلك هناك معيار حقيقي يبذله الإنسان ليصل إليه تلك الكمالات تلك الكمالات المعرفية والروحية التي بجهده وبصفائه وصل إليها وبلغ منتهى ذلك أما العرق الفتاة من قال لكان أبي بل الفتا من قالها أنا ذا أنا سويت مو أبوي سوى وحط لي تمدي نار من هنا وجه أبتعاد البشر والمجتمع الإسلامي عن العرقية والقومية والعناوين القشرية التي تفنى بفناء الدنيا وركز على أهمية التقوى وحيث أن الكلام كان عن سلمان المحمد أراد أن بين قيمته بتقوى وهذا الذي يجب أن يركز عليه المهم الآن هذه التقوى التي أوصلت سلمان إلى مقام سلمان منا أهل البيت يبين أن هذه الصفة مميزة راقية بحيث يصعد الإنسان ويرتق ويرتق بالإنسان من أسفل السافلين إلى أعلى العلمية ما هي التقوى التقوى كما يقول الشهيد مطهر قدس سره أنها حالة معنوية روحية يعني حالة في النفس تترجم على الجوارح بحيث هذه الحالة الراسقة من خوف الله ورغبة طاعته والميل إلى طاعته وانقياد إلى أوامره ونواهيه تكون حالة نفسانية تذهل من خلال التقوى وتتيسر إقدام كل فعل خير والإبتعاد عن كل رذلة هذه هي التقوى هي النور التي تدفع الإنسان نحو المبرات والخيرات وتزهده في المعاصي والرلم رزقنا الله وإياكم هذه التقوى حتى نرغب في تحصيل التقوى قبل بيان الطرق الموصلة إلى التقوى نبين بعض بركات التقوى للتقوى بركات كثيرة منها أن بركات السماء والأرض تحف بأهل التقوى والإيمان شوفوا منذ زمان آدم إلى يومنا الحاضر لم نجد أن الأرض تخرج بركاتها والسماء تنزل خيراتها ونرى الخير العميم متى نرى ذلك في زمن مولانا صاحب العصر والزمان حيث تتكامل الكرة الأرضية وتظهر كنوزها وخيراتها وتكون جنات ونعيم دار الدنيا وهذا ما أشار إليه القرآن جل وعلا في محكم كتابه قال ولو أن أهل القرى آمنوا والتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إذا كانوا المجتمع الإسلامي أهل التقوى فهم ببركة التقوى تحفهم الخيرات الدنيوية تطلع الكنوز والخيرات ولكن كذبوا لم يكونوا من المتقين كذبوا الرسل والآيات المحكمة فأخذناهم بما كانوا يكسبوا هذه واحد الثاني أكرم العباد كما بينا هم أهل التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم أحبهم أفضلهم أفضل البشر أحب البشر أكرم البشر عند الله منزل وشرف هم أهل التقوى لأن أهل التقوى وكما بينا في محاضرات سابقة وسوف يأتي حريص أن لا يفوت شيء فيه مرضى الله ويخشى أن يقبل على الشيء فيه سقط الله حتى المكروف يزهد فيه يقول فيه سقط الله مبغوض صح مو بمستوى الحرام بس مبغوض يبغضه الله المتقيم ما يسويه بل أرفع من ذلك ليش هو أكرم العباد حتى المستحبات يستفيد حتى المباحات يستفيد منها ليجن الثمارة والثواب هاي محاضرة سابقة قبل سنتين ثلاثة تتكلم في هذا المكان الشريف بنام يسبغ الوضوء فيكون منامه في طاعة الله يأكل ينوي التقربة إلى الله من خلال التقوي على العبادة كل مباحات ينوي نية قربة بل بعضهم وهذه رسالة جميلة إلى الكل أول ما تقوم صباحا أو من الحال قل يا رب إني نويت كل عمل جميل أقوم به محبوب عندك فهو قرب إليه أبتسم في وجه فلان أمر تحب المؤمن هشن باش فهذا كل عباداتي إلى أن أموت كل عمل راجح يا رب أنا أفعله من باب التقرب إليك فيكون ابتسامة عبادة مسحة عبادة نكتطرشة لواحد إدخال السرور يكون في ناس الله يغفر ليهم وقبل الإفطار بعشر ربع ساعة يطرش لك جيح وعصير ومادرش شنو يحرمسك إذا كان من باب إدخال السرور يكون عبادة يكون يكون عجر إذا كان بقصد إدخال السرور إزا أحين نقطة مهمة بالتقوى تقبل الأعمال أنت ما تبحث عن أن ترتقي ويكون التقوى خلكوا إياه التفتع أيها الأحبة إحنا ليش ما نحس ثمار الصيام والصدقة ودعاء جوشة نباشر الدعاء المجير وغيرها ما نحس لأثى لأنه ليس متقي إذا تبغي أن هذه الطاعات تأتي أكلها وتلتذ بهذه الطاعات لمستقبل الأيام وتعيش حالة من الإنشراح والإيمان والنوران يكون متقي كي تقبل باقي الأعمال إنما يتقبل الله من المتقين إذا كنت متقيا كل هذه الأعمال التي تقوم بها مقبولة فتزداد سعيا وحركة وانشراحا نحو الله لكن إذا يوم تعصي ويوم الطيع ويوم فلان ممتقين هذه الأعمال فيها شبهة قبول إذن علينا أن نحسم الأمر في موضوع التقوى كي نستثمر الطاعات الأخرى ولهذا في حديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو عن الأمير عليه السلام يقول كونوا بقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل في ناس يهم يجيب الأدعية والأذكار والصلوات وفلان يقول هذا زين بس أحرص تكون ملتفت لقبول العمل كيف يقبل العمل قال فإنه لن يقل عمل مع التقوى إذا كنت متقي وجئت بأعمال يسيرة هذه مقبولة ولها تأثيرات عظيمة على روحك وجوارحك وكيف يقل عمل تقبل إذا كان مقبول هدله يسير ذو بارك أما إذا بدون تقوى وإن كان كثير لا تأثير له الزهم بعد علامة إيمان الإنسان التقوى تبغي تشوف أنا وأنت مؤمنين بصدق أو لا تشوف عندك تقوى أو لا المؤمن يعني مؤمن بالله وبنبيه وبالأم أو بالمعاد المؤمن إذا يؤمن ما يرتب العثر أي إيمان تكوى إذا عنده تقوى يبين إيمان حقيقة فإذا لم نكن من أهل ارتكاب المعاصي بترك الواجب أو في فعل الحرام نحن من أهل الإيمان بحق وإلا فهو إيمان دون المطلوب والمتوقع ولهذا يقول البار اتقوا الله إن كنتم مؤمنين تدعي الإيمان هناك ملازمة مع التقوى بمقدار تقوى يكون الإيمان صار واضح شمول الرحمة الإلهية للمتقين التقوى مفتاح الفلاح والخروج من الأزمات الدنيوية والأخروية معروفة هذه الآية عندنا ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب الرسول الأعظم يفسر هذه الآية يقول من يتق الله يجعل له مخرجة من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت وشدائد يوم القيامة كلها أنت في مأمن والله يلهمك الطريق السداد ويؤمنك من مكاره الدنيوية والأخروية أهم شك تحقق التقوى بعد باختصار شديد الرسول الأعظم يقول من رزق التقوى فقد رزق خير الدنيا والآخرة مجمع الكمالات والخيرات الدنيوية والأخروية في التقوى أحفظوا هذه ويأتي كل خير في الدنيا والآخرة من هنا الإنسان يحب أن يكون من المتقين كيف السبيل لذلك بينا سابقا الوسائل العامة إذا تمسك الإنسان بتلك الوسائل لا جرم يصل إلى التقوى مو يسمع يسمع ويرتب الأثى ولكن نشير إلى بعض هذه الطرق من جملة الطرق المفيدة ذكرنا في باب الخوف ولكن ذكرنا بعض الجوانب في سن الشباب مهم جدا خصوصا أكثر الحضور بل كل الحضور بعد عشان ما يزعلون للشيوبة بعد مهم أن نجرح الخوف لأن الخوف مانع من ارتكاب المعاصي ودافع لأتيان الطاعات الخوف واجد مهم وفي بعد مراتب عالية بس يحتاج بنبينها إن شاء الله ليلة غد أو بعد غد مراتب أعلى من هذه بس هذه لمرحلة الشباب مؤثرة جدا ولهذا نشير إلى جوانب أخرى لم نذكر في بحث الخوف ازرع في نفسك الخوف ولذلك مناشئ وأسباب ووسائل كثيرة أولاً التفت إلى دقة الحساب يوم القيامة ترى يمكن في دار الدنيا أنا أتعاون أقول الطرف المقابل ما يدري إن أنا اغتفته أو أنا أكره أو أترصد إليه أو 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 فأنا أتجر لأن هذا مو ما يدري لكن هاي كل شنو محفوظ ومكتوب حتى النوايا القلبية مكتوبة ولهذا أهل الجهنم أهل الفساد أهل أهل الشمال يوم القيامة حينما تفتح لهم الصحاف يتأذى يقول ماكو صغيرة ولا كبيرة إلا مكتوب وهذا يم الله مو غائب ملائكة كرام الكاتبين يكتبون كل صغيرة وكبيرة فلنحذر ولهذا يبين الباري جل وعلا هذه الحقيقة أن أقائر الأمور اللي في نظرك مدون فحذر أن أتكلم بكلمة جميلة أيضا سمعتها من أحد الولماء عجبتني أنت يوم من الأيام سوف تحشر يوم القيامة بأي تمثال وشكل وصورة تريد أن تحشر على هيئة ذعب على هيئة فعلب على هيئة طاووس أو على هيئة ملك وهيئة إنسان نوراني أنت الريش بيدك والاختيار بيدك أنت الذي ترسم صورتك اليوم القيامة فكن مبدعا في تصوير صورتك من خلال حسن الأعمال بل لا تحمل في نفسك مثقال ذرة من الحقد والحسن لأنها هيش يكون عليه يوم القيامة الآن الناس يشوفون صورتك الظاهرية مو معناة يوم القيامة تحشر على هذه الصورة نحشر على حقيقة أرواحنا وسلوكنا وأعمالنا فلنحذر من هذه الصورة التي نحن نجاهلها في هذه الدنيا ولهذا الباري يبين هذه الحقيقة أن الحساب بالمساقيل وبالدقة التي لا نتصورها ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا الويلية ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحسن ما في شيء ممدون يزيل ذلك الفعل الخير والإنابة والندهم أنت الآن جالس أندم وأنا أندم يا رب العفو وأهدك أنا أبدأ صفحة جديدة ونحن في شهر الزيادة يعطيك كريم دعاءكم فيه مستجاب الزهم من الأمور لماذا ذكرتها لكم في مسألة الخوف ترى العذاب يوم القيامة مو بس عذاب جسدي بينا بعض الأطعمة والأشربة والألبسة اللي من خلالها يعذب الأهل النار ترى هناك من الأمور الذي يتم فيه تعذيب الفاسق لأنه كان متعنت متكبر مترفع على أحكام الله يسانخ هذا أن يهان ويذل ويستصغر لأنه ترفع على أحكام الله في دار الدنيا فيكون العذاب عذابا نفسيا غير العذاب الجسدي ترفع تكبرت على أحكام الله لم تحترم جهود الأنبياء والأوصياء والأئمة الأطهار وقد استشهدوا وقطعوا بالمناشير بعض الأنبياء وإنت تتبرجين إنتين تتبرجين ولا تطلع وتطلعين بدون حجاب أو ذاك متجاهر بفسقه وعصيانه يكون العذاب بهذا من العذاب النفسي لاحظوا أن لأهل النار عذاب نفسي ظلوا حوان خزي ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ما لأحد معين هذا المتكبر ليس له إلا الخزي والعار والحوان توحيم واستحقار في الآيات القرآنية للعصات يعني يزيد الطين بله والألم ألم كل واحد كل شيء ولا عزته وكرامته هذا العاصي لتجرؤه لا يحترم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهيم ملؤه الإهانة والاستخفاف به ويبين في جانب ممزوج بين العذاب من الطعام ضريع والشراب الذي لا يتحمل ممزوج مع العذاب النفسي ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم بعدين وش نادا ذق إنك أنت العزيز الكريم كنت ترفع على الناس وعلى الأحكام هذا اليوم خلك كريم وعزيز في هذا العالم يبكي يندم يصرخ لا ينفع من هنا علينا الحذر أيها الكرام ومن الفضائح اللي أشرت إليها إشارة خاطفة أن أهل النار قبل الدخول تكشف صحيفة لأن بيعذر خالدين فيها أبد الأهضاء يعني مليون سنة لا تعدل ثانية من حسابات الدنيا لأن عالم الخلود لا نهاية له أحنا عشر ثواني ما نقدر نحط إيدنا على نار فكيف إذا ملايين الملايين من السنين تعذ ثانية من عمر القيامة في واحد تحمل شوفوا آيات العذاب كثيرا ما يذكر الله خالدين فيها استجيل بالله هذه طريقة طريقة الرجاء بينا طريقة بدر الحب نذكر إن شاء الله في بحث مستقل من الطرق المفيدة حقنا طريقة الالتزام بالشرع قدر المستطاع أنا وأمثالي يجلنا الشيطان والنفس الأمارة يقول وين انت وين تقوى سلمان وأبي دار والمراجع والكبار ترى هم مثلنا بدوا من الصفر لكن خلوا ليهم ثوابت أنا هذه المعاصل فلان وفلان وفلان ما بسوي يجد ثقلا صعوبة لكن مجرد أن يحسم الأمر اقلين هذه الأمور إليه بيتوب أنه لا ميسور أن أنا ما أغتاب ميسور أني لا أنظر نظرة محرمة ميسور أني أخرج محجبة بحجاب كامل هذا الالتزام بالسقف المقدور وإن كانت هناك صعوبة يسيرة لأن في نفسه شهواته رغباته وساو الشيطان إلا أنه مقدور إذا قدرنا على هذا وهو مقدور لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما يكلف بما غير بغير المطاق وإلا كان قبيح إذا حسمت الأمر بالمقدور سوف ينفتح لك لمراتب أعلى وأعلى من التقوى حيث هذا الالتزام يكون سبب لهداية الله لك بقدر جهدك فينفتح لك الآفاق التي هي أسمى وأرقى لكن لازم نحسم مجموعة من الأمور أن أكون فيها من أهل التقوى وهذه ما أسويها لو فيها ضرب رقبة ما أسوي وشوفوا الوعد القرآني والإلهي أن الالتزام بهذه الأمور يفتح لنا آفاق جديدة من مراتب أرقى للتقوى قال الباري سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا جاهد للوصول إلى التقوى لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أنت قعد تحسن لنفسك وتحسن التصرف بتقدير عمل الأنبياء الله يكون معاق معيه تسجيد وعناية إن الله مع المحسنين فهنيئا لك التسجيد الإلهي والعناية الإلهية أمير المؤمنين عليه السلام يقول اتق الله بعض التقوى ما تقدر مراتب الأولياء وأصحاب السير والسلوك هل عندك ثوابت من التقوى المعاصية التي أرتكبها أعرفها أحاول أن أمحيها أقرأ عن الغيبة أقرأ عن أي شيء أنا مبتلا به كتاب ذنوب الكبيرة مفيدة للمعاصية أكثر من مرة في هذا المكان أنا ذكرت هذا الكتاب أقرأ بحيث أكره وأزهل هذا يفتح لك آفاق جديدة أمير المؤمنين يقول اتق الله بعض التقى وانقل واجعل بينك وبين الله سترا وإنرق خل بينك وبين الله حجاب من الأدب لا تهدك السات الله ساتر عليك وحفظنك من الضياء وأظهر الجميل وستر القبيح تأدب هذا التأدب يفتح لك آفاق جديدة في رواية معروفة سامعينها أحد أصحاب في زمن أمير المؤمنين عليه السلام أيام خلافته الظاهرية جابوا له واحد سارق وأراد أن يقيم عليه الحد قال لي قبل ما أقيم الحد عليك أسألك سؤال أنت مو أول مرة سارق صح؟ قال نعم يا أمير المؤمن مو أول مرة شلون دريد؟ قال لي أن الله ستار ما يفضح الواحد مرة ومرتين يسرق لكن أنت مدمن سرقة شافك مو متؤدب قال بعد خلا نقيم على الحد عشان ما يصر هرجو ما بدي أنا وأمثالي أيها الكرام الله يستر علينا فلا تهتكون السكر مع الله بعدين يغضب الله علينا يقول لك افعل ما تشاء فقد رفعت عنك عنايتي وينفضح في الدنيا قبل الآخرة مدام أظهر الجميل وستر القبيح أعلم أنه ينظر إليك بعين الود فاستغل هذا الأمر ولا تتجرأ ولا أتجرأ على الله أمير في رواية أخيرة وأني به الحديث وصية إذا عملنا بها نجد للتقوى طعم وثق يوم بعد يوم إن شاء الله نزداد أنسا بين يدي الله رواية جدا عظيمة وموجودة في كتاب الذنوب الكبيرة اللي قلت لكم للسيدة استغلت يقول جد هاي الرواية من أيام الشباب يعني قبل خمسة وثلاثين سنة أنا هاي الرواية متأثر منها يعني في بالي وحافظينها لشدة جمالها وأنهبها بها الحديث جدوا واجتهدوا وصية من المعصوم كن عندك حمة وإن لم تعملوا فلا تعصوا إذا ما تقدر تسوي المستحبات لا تسوي المحرمات لا تترك واجب لا تقدم على محرم مستحبات إليك دعاء المجير ما تقرأ لا تقرأ بش التزم بالواجبات والمحرمات ما تسوي جدوا واجتهدوا وإن لم تعملوا فلا تعصوا أهم شي خل بينك وبين الله ستار وحجاب من الأدب فإن بعدين يبين الإمام فإن من يبني ولا يهدم يرتفع بناءه وإن كان يسيرا إذا واحد يبني كل كل يوم يحط طابوقة 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 أقف سنة سنتين بينبنى لكن اليوم يحط طابوقتين بواجر الشي الثلاث ما بيخلص الفنداشة لو مائة سنة أنا وأمثالي ترى شذي نبني ونهدم وإن من يبني ويهدم يوشك أن لا يرتفع له بناءه هل ناخذها هذه ضابطة في حياتنا ننال التقوى والقرب من الله سبحانه وتعالى وَسَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدْ وَأَلِمُحَمَّدْ ترجمة نانسي قنقر